السلام عليكم اليوم انا هضره في الموضوع دي الامين جمال هو كما اسمه السبليون الامين يامال وموهبة صعيدة بسماء نادي برشلونا طالع كوايري دي البس ويقوله بانه هو الخليفة دي الميسي اللاعب عنده ثلاثة الجنسيات عنده جنسية الاسبانية والمغربية والجنسية دي الغينية الاستوائية لحسب الام ديالو اهم منتخبين ممكن يمثلهم هما اما اسبانيا او المغرب لحد الان كل المعطيات تشير باللي اللاعب غديمت المنتخب الاسباني ولكن قبل ما يدير هاد الخطوة قصد يفكر يعني يفكر بعض الاشياء يتاكيد هو عارف القصة دي الميسي مع البارسا كيف اجابوه من الارجنتين وكان عنده مشكلة في النمو اجابوه البارسا ودووه ولعب في الفئات السنية دي البارسا رغم ذلك رفض يلعب للمنتخب الاسباني رغم ان البارسا يعني يصل عليه بزاف الفلوس ودواه وتقو فيه من الصغر ديالو رغم ذلك بقوا فيه البلاده رغم انه عانى بزاف من اللي كان عايش بالارجنتين من الفقر ومساعدوش احتفدوه ولكن حب الوطن كان اقوى يعني كان اقوى من اغراءات اغراءات دي الاسبانيا ونزيد ناكد انه خاصه يشوف قصص لاعبين كبار لعبوا المنتخبات من غير المنتخبات الاصلية ديالهم نبدوه بمسعود اوزيل مسعود اوزيل كان نجم منتخب ديالالمانيا وبدأ معهم كأس العالم في البرازيل 2014 لكن من اللي بدأ المنتخب الالماني في التراجع في كأس العالم 2018 بدك يتعرض العنصرية من الصحافة الالمانية واحتمن السياسي الالمان بدوك يعني في حالك يعيروك كي نعتوه بالتوركي يعني العنصرية ديالهم اللي فجأة تازل من المنتخب وقال لهم ما غدش نرجع للمنتخب هاتم من اللي كان نربحوه كان نكون الماني في الوقت اللي كان نخسروه يعني للمنتخب قالوا في الوقت اللي كان نربحوه كان نقول لي توركي صافير فضه يرجع عندهم صافير فضه يرجع عندهم انت ساوش عودتاني زيدان اسطورة ديال المنتخب الفرنسي مشكلة دياله مع رئيس الاتحاد الفرنسي من اللي صغوله رئيس صغوله الصحافة قالوا لي ممكن زيدان يدرب منتخب الفرنسي قال لي هم ما كونش غادي نجاوبه واللي جاوبتوا غادي نقول لي سير قلب لك الافريقى هذا راه زيدان اللي جاب لي هم كأس العالم 98 وصورة ديالهم لأنهم يعني ما كي اعترفوش اعترفوش بالخير ديال بالنادم كيف وقدر شي خطأ او لا اصلا زيد المدار حتى شي خطأ حياته الكوراوية كاملة دوزة مع المنتخب الفرنسي جاب ليهم كأس العالم يعبوا النهائي ديال كأس العالم 2006 رغم ذلك يتعرض بحال ذلك التصرفات لما انت ساعدتاني كارين بن زيمة في كأس العالم 2022 في قطع اللي استبعدوه المدريب ديالشو خا ما عندوش اصابة يعني كانت عندو اصابة قبل كأس العالم صافي وصيفته قال له تير خابي انه ارتاح قبل كأس العالم قبل المباراة الاولى ولكن هكاك مبغاش يرجع مش عارفو العنصرية يعني كانت بقالوا العنصرية في اوروبا عمرهم ما يبروا منو نتمنى امين يامل او امين جمال كما كان مغاربا نقول له ياخد ميسي كقدوة يعني كقدوة في الملعب وخارج الملعب الشيء ياخده كقدوة في الملعب تخارج الملعب كيفاش كان كيفاش ماردخش يعني ما قدرش يبيع بلاده مش مشي لعب مع المنتخب الاسباني كان لعب مع المنتخب الاسباني را كان كورامي يصير عنده جوجد كؤس العالم ولا ثلاثة انه ولا يبغى المنتخب دياله يبغى يمتل بلاده رغم ان بلاده ما اعطى ثواله ولكنه ما يبغى يمتل بلاده وهالنتيجة خطاك يتقاتل احتجى بكأس العالم يتمنى امين يا مال يستفد من اخطاء الاخرين يعني المنتخب المغربي لم تتلتي المنتخب المغربي كما كان راك في بلادك اخطأتي ولم اخطأتيش راك ولد البلاد مشي مع المنتخب الاسباني اوفو غادي تدير شي خطأ ايه خطأ يقولوا هادك مروك مغربي